لقد وصلنا للفيديو الرابع من سلسلة الفيديوهات التعريفية عن برنامج TripleMars وفي هذا الفيديو سنتعلم كيفية إدارة المبيعات على البرنامج وماذا يحصل بحالة حصول بيعة على متجرنا إيبي وكيف TripleMars يعالج المبيعات التي ستحصل هيا بنا ننتقل لشاشة الحسوب ونتعلم بطريقة صحيحة عن إدارة المبيعات في برنامج TripleMars في هذا الفيديو سنتعلم عن بند الأوردرز البند المسؤول عن معالجة المبيعات التي تحصل على حسابنا أو متاجرنا على موقع إيبي كما ذكرتم من قبل برنامج TripleMars يعالج المبيعات بشكل تلقائي بحالة حصول أي بيعة على متجركم في الإيبي TripleMars سيعالج البيعة أي سيشتر المنتج من موقع أمازون وسينتظر حتى موقع أمازون يعرف رقم تتبع للبيعة ومن ثم بحالة تعريف رقم التتبع سينسخ هذا الرقم التتبع ويعرفه في متجرنا على موقع إيبي كل ذلك يتم تلقائيا ومن خلال الأوردرز يمكننا مراقبة جميع المبيعات التي تحصل وإذا يوجد أي مشكلة من خلال معالجة المبيعات التي حصلت فانتبهوا لدينا المربع الأول هنا طبعا هنا يمكننا تحديد المتاجر الذي نريد رؤية المبيعات التي حصلت عليها إذا لديكم متجر واحد سيكون معرف متجر واحد هنا يمكن رؤية المبيعات التي حصلت في السبع أيام الأخيرة أو الثلاثين يوم أو الستين يوم الأخيرة أو في الاربع وشرين ساعة الأخيرة هنا يمكن رؤية عدد المبيعات التي حصلت وهنا يمكن رؤية عدد المبيعات التي لم ينجح تريبل مارس معالجتها فيلد وهنا الأوبن ريتارز إذا يوجد إرجاع انتبهوا هنا أيضا لدينا الأوردر ستاتوس يمكن رؤية عدد المبيعات التي هي شبت شحنات انتبهوا 263 شحنات هذا اللون هو ملائم لشبت ويوجد لدينا 147 التي أوردرد أي برنامج تريبل مارس اشترى هذه المنتجات وينتظر حتى موقع أمازون يعرف رقم التتبع من ثم سيحول جميع الأوردرد إلى الشبت لدينا اللون الأخضر الفاتح الذي هو الريفاوندد مبيعات التي أرجعته مبلغ البيعة للمشتري لسبب معين ويوجد لدينا اللون الأحمر هنا الذي هو فيلد أي المبيعات التي لم ينجح برنامج تريبل مارس بمعالجتها فيمكن رؤية تحليل كامل من خلال هذا البيان بخصوص المبيعات التي هي التي تريبل مارس يعالجها أي يشتريها الأوردرد التي تريبل مارس اشترى هذه المنتجات شبت الذي شحنها كمبليتد أي التي انتهت أي أن رقم التتبع تبين أن المنتج قد وصل للمشتري والمشتري استلم الرزمة فسيعلمها كأنها كمبليتد انتهت ستيند باي أي البرنامج ينتظر منه أمر معين وفيلد كما ذكرت المبيعات التي لم ينجح تريبل مارس بمعالجتها كانسلد المبيعات التي الغيناها ريتورمد المبيعات التي أرجعناها لأنه في بعض الأحيان يوجد مشترين الذي يطلبوا إرجاع المنتج وهذا طبيعي جدا ريفاونديد المبيعات التي أرجعنا المبلغ للمشتري التي الغينا هذه البيعة ستوبت المبيعات التي أوقفناها أي طلبنا من تريبل مارس عدم معالجة هذه البيعة وأن يتوقف وإكسبورت المبيعات التي سحبناها من برنامج تريبل مارس لأي سبب كان فهنا يمكن رؤية تحليل كامل يمكن الضغط لنفترض فقط على الشيبت المبيعات التي شحنات وننزل إلى تحت ورؤية جميع المبيعات التي شحنات كما ترون شيبت يمكن الضغط على أوردارد ورؤية جميع المبيعات التي تريبل مارس اشتراها وينتظر حتى رقم التتبع يتعرف في حساب الأمازون ليعرفها كأنها شيبت فالعملية هكذا العملية عندما شخص يشتري منه على متجرنا على موقع إيبي البيعة ستظهر في القائمة هنا وفي القائمة ستكون in process in process أي أن تريبل مارس سيشتري المنتج تريبل مارس يعالج هذه البيعة سيبقى process حتى يشتري المنتج ويتم منه انهاء عملية الشراء عندما ينتهي من انهاء عملية الشراء سيحول البيعة لأوردارد كما نرى هنا أوردارد وسيبقى أوردارد حتى يتم تعريف رقم التتبع للبيعة عند تعريف رقم التتبع سيعرف البيعة كأنها شيبت وبنفس الثانية أيضا سيعرف في متجرنا على موقع إيبي رقم التتبع وسيعرفه كأنها شوحينات ستبقى شيبت حتى سيتعرف في رقم التتبع أن المنتج delivered أي المنتج لقد وصل للمشتري بسلام وأن المشتري استلم الرزمة سيتحول الستاتوس هنا من شيبت إلى completed هذه الأربع وضعيات التي دائما مراها نتبه تحت سأنزل للقائمة هنا يمكن ريض جميع المبيعات التي حصلت وهذه يريدنا نتعرف على الجدول ونقرأه بطريقة صحيحة أولا كما ذكرت هنا يمكن رؤية المبيعات الستاتوس الوضعية الحالية التي هي موجود بها كما نرى هنا ordered هنا failed this is a duplicate error يوجد هنا خطأ معين علينا معالجته هنا ordered نتبهوا جميعها ordered أي المنتجات هذه لقد اشتراها وينتظر حتى يكون رقم التتبع ليعرفها في متجر على موقع سيحول الorder الى shipped هنا يمكن رؤية المنتج الذي بيع هنا العنوان هنا يمكن ضغط على السهم ويمكننا view edit shipping details يمكننا اعداد او رؤية تفاصيل الشحن او يمكننا بحالة اذا احدى المشتريين سيطلب ارجاع المنتج يمكننا هنا request return يمكننا الطلب من triple mars ان يعمل عملية الارجاع نيابة عنها فقط علينا الضغط على request return و triple mars يعمل عملية الارجاع بطريقة سهلة وسريعة خلال يوم او يومين سيرسل لنا shipping label لانه عادة عندما الشخص يطلب ارجاع علينا ارسال له shipping label فخلال يومين سيرسل لنا shipping label لنرسل هذا shipping label للمشتري وهكذا عملية الارجاع ستكون سليمة ايضا عمليات الارجاع في برنامج triple mars سهلة جدا ويمكننا ادارتها بسهولة هنا يمكن رؤية تاريخ المشتريات في اي تاريخ لقد بيع هذا المنتج وفي البند التالي هنا purchase time في اي تاريخ واي وقت تم بيع هذا المنتج هنا system order id هذا هو رقم خاص لبرنامج triple mars بحال تحصول اي مشكلة في هذه البيعة يمكن التواصل مع مركز الدعم او خدمة الزبائن لتريبل مارس ونسخ هذه system order id وانا قل لهم لنفترض انه يوجد مشكلة معينة في هذه الصفقة وريدوا ان تعالجوها فكذا سيكون اكثر سهل التعامل مع خدمة الزبائن للبرنامج و destination item id هنا يمكن رؤية صفحة المبيعات على موقع اي بي source item id صفحة المبيعات على موقع امازون الذي نعمل عليها drop shipping هنا buyer id هنا يمكن رؤية اسم المستخدم الذي اشترى منا المنتج destination price id هنا يمكن رؤية السعر الموجود في موقع اي بي السعر الذي بيعنا هذا المنتج به source price هنا يمكن رؤية سعر المنتج على موقع امازون والبند التالي هو profit كم ربحته من هذه البيعة و quantity كم قطعة لقد بيعه في هذه البيعة وهنا سانتقل للسطر التالي buyer info هنا يمكن رؤية عنوان الشخص الذي اشترى منا destination order id هنا يمكن رؤية view order detail جميع التفاصيل للبيعة التي حصلت هنا يمكن رؤية الاكاونت من اي متجر لقد بيع هذا المنتج والsource account هنا يمكن رؤية من اي حساب تم معالجة هذه الصفقة هذا غير مهم لنا وايضا gsp غير مهم لنا فانتبهوا هنا يمكن رؤية تحليل كامل لجميع المبيعات التي حصلت في حسابنا هنا ايضا لدينا امكانيات فلترة متقدمة ساضغط على advanced search هنا يمكننا رؤية فقط المنتجات التي هي في حالة in process او in order او shipped او completed او stand by او اي حالة من الحالات ايضا هنا يمكن رؤية buyer order date range اذا نريد رؤية المبيعات التي من تاريخ الى تاريخ معين ورؤية اداء المبيعات في حسابنا destination price range يمكن رؤية حسب سعر المنتجات التي بيعت من سعر الى سعر او حسب الرفيت الربح من سعر معين الى سعر معين او estimate shipping time حسب وقت الشحن يمكننا رؤية جميع هذه التحليل وعمل فلترة ورؤية النتائج الملائمة لعمل تحليل كامل لجميع المبيعات التي تحصل في حساباتهم هنا actions هنا يمكننا عمل ادة عمليات بخصوص ادة حالات التي ستحصل معنا سانزل الى تحت قليلا هنا لنفترض اذا لدينا fail يمكننا تعليمها والطلب try again ان يحاول شراء المنتج مرة اخرى هنا force purchase اذا يوجد لنفترض هنا بيعة التي هي stand by stand by اي triple mars ينتظر منا امر معين فاذا الحالة هنا stand by نعلمه ونضغط على force purchase لكي يشتري المنتج export اذا نريد استخراج اي بيعة او عدد مبيعات لملف لدراستها ولدراست اداء المبيعات لحساب معين ايضا يمكننا فعل ذلك فهذه هي بخصوص bundle orders هكذا يمكننا عمل ادارة كاملة لجميع المبيعات التي تحصل في متاجرنا كما ذكرت عندما يكون لديكم عدد من المتاجر يمكنكم ربطه على حساب واحد وادارة جميع المتاجر من خلال حساب واحد هذا يسهل كثيرا علينا في التعامل مع جميع هذه الحسابات بطريقة سهلة وسريعة هذا هو احدى الاسباب الرئيسية لاستخدام برنامج triple mars السهولة والسرعة في معالجة المبيعات التي تحصل في المتاجر على موقع اي بيب برنامج triple mars يشتري المنتج نيابة عنكم ويعرف رقم التتبع على متجر اي بي اي بي ايضا نيابة عنكم نحن لا نفعل اي شيء عند حصول بيع في متجرنا على موقع اي بي فقط علينا مراقبة حالة المبيعات الستاتوس واذا يوجد بيع التي لم تعالج وحصل مشكلة معينة لمعالجتها في الحال هذه الخدمات توفر لنا الكثير من الوقت وتعطينا الامكانية التركيز على عمل بحث اسواق مهني لإيجاد المنتجات المربحة لنعلنها على متاجرنا على موقع اي بي وباقي المهام triple mars ينفذها ويفعلها نيابتان عنها في الفيديو القادم سنتعلم عن باقي الروابط الموجودة في برنامج triple mars الفيديو سيعلن خلال الايام القريبة لذا انتظرونا ايضا لا تنسوا الاشتراك بقناة الاكاديمية لمتابعة سلسلة الفيديوهات وفيديوهات اخرى تتعلق بربح المال من خلال مجال التجارة الالكترونية ساراكم قريبا وبالنجاح للجميع